موسيقى مرحبا طلاب شلونكم أخباركم عساكم بخير ومرتاحين يا ربي اليوم وصلنا وياكم الموضوع المساحات المسبحات طلاب موضوع كلش مهم وبصراحة يجي عليه عشر درجات أكيد ومنا نهاية الفصل احتمالي يجي عشرين درجة كل شي يصير لذلك هاي المواضيع ركزوا عليها شوية زين المساحات طلاب احنا عدنا نوعية ثانا من المساحات أول نوعية المساحة المحددة بالدالة ومحور السينات والمساحة الثانية مساحة محددة بدوال الاثنين يعني شنو مساحة محددة بدالة ومحور السينات أقول لك هذا محور Y وهذا محور X تقول لي أعرف هن ذوي زين وهاي مني هاي تقول لي هاي دالة زين الدالة هسه هاي الدالة مو قطعة محور السينات تقول لي بلي قطعة محور السينات صارت عندي منطقة مغلقة هاي المنطقة المغلقة انا اقدر احسب مساحتها باستخدام التكامل زيان تقول ليش ما تحسبها باستخدام القوانين اقول لك بصراحة انا ما عندي قانون على هالشكل هذا يعني ما عندي لذلك راح احسبها على التكامل ها تقول لي يعني الدالة لما تشكل لي او ويا محور السينات في منطقة مغلقة هاي احنا نسميها المساحة المحددة بالدالة ومحور السينات زين شنو خطوات الحل وشون نحل اقول لك هسه تعالوا ياي اول خطوة بالحل عزيزي راح تجي تجعل او نجعل كنة الدالة اللي اسمها fx او اللي اسمها y تساوي ليها بالصفر تقوله بعد ما اساوي لك ياها بالصفر ونجد قيم x ونجد قيم منه قيم x تقول لي اوكي اعتبرها صارت بس سؤال مجرد سؤال ليش صفرت ال y خوب ليش ما اروح اصفر ال x والقى ال y اقول لك تعال تنشوف انت الدالة مالتك تقاطعت ويا محور تقاطعت ويا محور السينات لما الدالة تتقاطع ويا محور السينات منه اللي صفرت تقول لي اكيد ال y هو الصفر يا اخي ما دام تعرف ال y يساوي صفر ايش عندك تقول ليش ما نصفر ال x تمام اذا بها الحالة هاي احنا لازم نصفر الدالة يعني نصفر ال y بعدها الخطوة الثانية قال بعد ما اطلع قيم ال x خوش نأخذ من قيم x نأخذ من قيم x اللي راح اطلعهن قيم x القيم التي تجزء الفترة تقول لي ما افتهمت اقول لك شوف انت راح تروح اتصفر الدالة وتلقى قيم x تقول لي صحيح راح يطلع لك قيم x يعني على سبيل المثال x يساوي 1 x يساوي 3 x يساوي 5 x يساوي 6 باثنين وراح تقارن ويا الفترة مالتك واحد وستة مثلا يعني وتشوف يا قيمة تجزئها تقول لي يعني شنو تجزئها يا قيمة تقسم لي هاي الفترة تقول لي الواحد ما يقسمها لين عندي اقول لك ما راح ناخذه السالب اثنين تقول لي مت انتمي اصلا اقول لك ما راح ناخذه ال 3 وال 5 يقسمون الفترة اقول لك دول راح نأخذهم اذا نأخذ من قيم x القيمة التي تجزء الفترة خطوة رقم 3 يقول نكامل الدالة الاصلية نكامل الدالة الاصلية ونجد المساحة ونجد منه ونجد المساحة حيث المساحة تساوي تكامل محدد للدالة الاصلية يعني المساحة هي اكامل الدالة الاصلية خو بقولها من البداية وها هي أقول لك ما المشكلة عندي بالفترات لذلك يعني لازم أجيب الفترات قبل لا أروح كامل وإلا التكامل صار فتشي قديم المفروض أنت ضبطته زين الخطوة رقم أربعة قال أخاف تطلع لكم أكثر من مساحة فإن المساحة الكلية قلت لأكيد نجمعهم قال بالضبط هي مجموع هي مجموع المساحات اللي راح يظهرون تقول لي ما افتهمت أقول لك يعني المساحة الكلية هي مجموع المساحة الأولى زائد مجموع المساحة الثانية زائد إلى آخره لكن إذا تلاحظون طلاب خليت مطلق يعني مجموع المساحة داخل المطلق زين ليش خليت مطلق أقول لك لأن المساحة قيمة موجبة دائما زين خلونا نجي نكتب ملاحظات شوية على هاي الموضوع أول ملاحظة راح نكتبها يقول يابا الفترة اتمثل حدود التكامل الفترة اللي ينطينيها لا الفترات اللي تسويها أنت تمام اثنين قال إذا لم يعطي فترة إذا ما انطاني فترة وأعطيها مستقيمان فإن المستقيمان يمثلون فترة لك تم هذا هو المستقيمان فترة بس ممكن توضح لي أقول لك شوف راح يقول لك اكس يساوي واحد اكس يساوي اثنين ذو لمستقيمان أنت مباشرة تحولهم إلى فترة وطور رقم ثلاثة أو الملاحظة الثالثة يقول إذا لم يعطي فترة إذا لم يعطي فترة ولا مستقيمان ولا مستقيمان فإن كل قيم اكس اللي طلعناهم تأخذ يعنينا خذهم كلهم وبهالشكل هذا أنت المفروض تثبت لهذه الصفحة بهالشكل هذا وتروح تقرالياهم تمام حتى ما يصير عندك أي مشكلة وما راح تواجه أي مشكلة بحل المسائل مالة المساحات هنا رايد أنبه عليك المساحة الثانية اللي هي المساحة المحددة بالدالتين هسا أنت راح تقول لي هكاربط بيناتهم إذا تنطينيهم هسا أقول لك أبدا ما راح تخربط لأن لم يكن فرق بيناتهم أصلا حتى تخربطي يعني أصلا هم اثنين هم نفس الشي تقول لي شو هون نفس الشي هناك تنطيني دالة وحدregن هناك تنطيني دولة اثنين أقول لك بالمساحة المكونة بالدالتين مهمتنا فقط نكون دالة جديدة احنا هاي الدالة جديدة نسميها اسم معين وليكن Rx وهذا الدالة الجديدة هي حاصل طرح الدوال للاثنين متأكد انت اي نعم فما راح يصير عندك مشكلة اخيلية لان انت ممسوي شي يعني مجرد اذا انطاك دوال الاثنين انت تروح تقول الاولى ناقص الثانية تسوي دالة جديدة انت وبعدها هو كأنما انت بهذا الموضوع تقول لي يعني نفس الملاحظات أستخدم نفس الملاحظات تستخدم زي انا اقول لك نفس الخطوات اقول لك نفس الخطوات تقول لي هاي يلع التم بعد من ناويش احنا عندنا مساحات اثنين مساحة محددة بدالة واحدة ومساحة محددة بدوال الاثنين الدوال الاثنين يجب ان نسوي احنا دالة واحدة ثم نعاملها بنفس الاسلوب هذا كل اللي نحتاجه بالمساحات ان شاء الله بالدرس اللي يجي ناخذ امثلة ونبدأ نطبق لكن رايز منعدكم تراجعون الخطوات زي امثلة ونفس الوقت راح اضيف لكم ملاحظات هنا قليلة ملاحظات عامة ما تخص المساحة لكن تخص اي موضوع بالكتاب اذا صادفتك دالة مثلثية ساين اي اكس تساوي صفر او كوساين اي اكس تساوي صفر تقول لي شون احلهم ذول المعادلات اقول لك ذول المعادلات نحلهم عن طريق قانون اهنا الاي اكس يساوي صفر زائد ان باي كل ماشي وهنا الاي اكس يساوي باي على اثنين زائد ان باي تقول لي تمام اقول لك هنا الان تمثلك خيم من عندك انت تعوضهم الحد وين تعوض انا بعدين اقول لك لما ننحل المثال على ذولي تمام تقول لي وضحة يعني قانون لما يجي نساين يساوي هل كتقبل اطبق القانون بالضبط هذا الاي اكس هذا رقم يتغير من سؤال الى سؤال تمام تمام شغلة اخرى شباب او طلابنا الاعزاء اذا صادفني ساين اي اكس او كوساين اي اكس يساوي انه مو صفر موجب واحد او سالب واحد ابها الحالة هاي نجد الايكس من دائرة الوحدة من دائرة الوحدة لا تنسون طلاب تقولون ذولي وطبعا ولا تنسون تشتركون بالقناة اللي ما مشترك واللي ما منطي لايك ينطي لايك واللي ما ناشر الرابط ما للقناة ينشر الرابط حتى الكل يستفاد وتستفادون وتفيدون غيركم ايضا وبالشكل هذا انتوا راح تخدمون اصدقائكم وتخدمون الطلاب اللي ما يعرفون خلوا نقول ما يعرفون بالقناة او ما يعرفون احنا شارحينهم بشكل سريع وراح يستفادون الكل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة